خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبياً واقفاً يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصابي فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النابي صلى الله عليه وسلم دعني أيها الرجل فإن أبي مات في أحدى الغزاوات مع رسول الله وأمي تزوجت بغير آبي فأخذ داري وأكل مالي فصرت كما تراني عارياً جائعاً حزيناً ذليلاً فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون فتجدد حزني فبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن أكون لك أباً وعائشة أماً وفاطمة أختان وعلي عاماً وعلي عاماً والحسن والحسين وعلي عاماً وعلي عاماً ما تنزل وعلي عاماً وعلي عاماً يا رسول الله فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى داره فأطعمه وألبسه لباس العين فخرج الصبيل يلعب مع السبيان فقال له السبيان كنت واقفاً بيننا الآن تدكي وما يضحكك الآن فقال له كنت جايعاً فشابعت وكنت عارياً فكوسيت وكنت بغير يابي فأصبح رسول الله يابي وعائشة أمي وفاطمة أختي وعلي من عمي والحسن والحسين بين أخواتي فقال له السبيان يا ليت أبانا ماتوا في أحد الغزوات مع رسول الله شكرا